اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يجمع مملكة البحرين وجمهورية كيرغيزستان من علاقات متميزة وأهمية مواصلة تعزيزها والدفع بمسارات التعاون والتنسيق المشترك نحو أفاق أرحب على مختلف الأصعدة بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الصديقين جاء ذلك لدى لقاء سمو حفظه الله في قصر رفاع اليوم بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة سعادة السيد ماريبوف أولوك بيك السامي دينوفيش سفير جمهورية كيرغيزستان لدى مملكة البحرين حيث سلم سموه رسالة الخطية من دولة السيد عقل بيك جاباروف رئيس الوزراء في جمهورية كيرغيزستان الصديقة وقد حمل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء سفير جمهورية كيرغيزستان نقل تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتحيات سموه إلى فخامة رئيس صديق جاباروف رئيس جمهورية كيرغيزستان الصديقة كما حمله سموه كذلك نقل تحياته إلى رئيس وزراء جمهورية كيرغيزستان الصديقة من جانبه أعرب سفير جمهورية كيرغيزستان عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يوليه من دعم واهتمام بتطوير مسارات التعاون المشترك بين البلدين بما يحقق التطلعات المنشودة